اليمين الذي رميته على الأخت نوال بالأمس يسمى بالطلاق المعلق لماذا؟ لأنك علقته بدخولها البيت وهذا اليمين لا يعد طلاقاً في الراجح من أراءة جمهور ويمكنك التحلل منه بصيام ثلاثة أيام وبمجرد التحلل منه فالأخت نوال زوجتك ويجوز لك مواقعتها إنشئ يفتعل يا مولانا أنا خدا شتب معاناته إيه الكلام ده يا سلوم مجاية الشيخ فوق دماغي من فوق وشرف كبير لي بس يا مولانا زي ما علمتنا الجواز قبول وإيجاب وأنا لا قابلها وأنا حاوز أجوابها بصراحة جدا أنا ناوا أتجوز حبيبتي سلام طيبة ربنا أخذي بس دي أهلا حاجة بس أحبه قوي يا مروان ما تغير التوركي اللي انت عمالك تفرج عليه طول اليوم ده وتحطي لنا حاجة تانية حقولك ليه ما انت جاهي ما تقصلكو بتعرفي توركي زي كان زبا انك فاهمة ومستمتع هو ده توركي يعني؟ امه ليه لو انتي؟ وانتي بقى بتعرفي توركي؟ اه يا اختي بقى عرف اوريكي؟ اه وريني ماشي صباح الخير مزمزل كيفك اليوم؟ ولا مو كتير مني حادنان بي امبرحة ما نمت بنوب ما يهمك التاح اليوم وان شاء الله بتصيري أحسن انتي بتحاجة على ايه؟ على التوركي التحفة اللي انتي بتقولي اه يا اختي تحفة ما انتش فاهمة ما انتش اسا بادرة عليك وانتش عرفت بالحاجاتي قوم يفتح الباب لا يا اختي هم الفارج على المسانسة قوم يفتح انت يكون بريتسسة اللوكا بتاعك اه قوم افتح حتى نخلص منك بس بابي حبيبي يا بيت بطال المندبة اللي انت عاملاها دي ادي الله وادي حكمته وانت مصبتك مصبتان بس خلينا في المصيبة القريبة دلوقتي احنا عاوزين نشوفلك مكان علشان تبيتي فيه دا انت حتى لو فكرت تسافر لأهلك لازم تستني للصبح عشان تلاقي ركوبة تروح لهم بيها يخطي ولو عرفوا أهلك انك انت اطلقتي من سلومة ولا ضربك ولا عمل فيك وطردك من بيته والله العظيم لا يموتوك ويتباحوك ويتفنوك بالحيا وبعدين يضربوك بالرصاص عشان يغسلوا عارهم منك هو دا اخر صبري عليك يا سلومة عاوز تجيب لي درة على ايه يا حاصرة اللي اخدته القرعة تخدم الشعور يا اخت نوال بارك الله فيك شوف يا اختاه الشرق الحنيف أباح للرجل مات ما تيسر له الحال ان ينكح من النساء مسنى وسلاس ورباع بشرط العدل وامننا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا ان نؤمن بكل ما جاء به هو ايات التعدد وردت في القرآن في الصورة المسمى باسم النساء قولي ايه يا اخت نوال واجب عليك حين يبلغك المعلم سلومة برغبتي في الزواج انت امتسلي وتقولي سمعا وطاعا يا شيخ ناصر انزل يا اخويا من على المنبر بتاعك دا واسيبك من خطبة الجمع اللي عملت زاها علينا البت كل الحكاية عايزالها مكان مقنى يعني تحط جتتها فيها عشان ترتاح لحد ربنا ما يصبح علينا ما رأي ام سوكا ان تقسر الاخت نوالة شرى شيطانها وان تصعد الى بيت زوجها وتبيت فيه كما تفعل الحرائر لا حرائق ولا مش حرائق يا عم الشيخ انا سلومة دا فردت شب شب وقلعتها من رجلي ومش هحطها فوق دماغي تاني هي الرجالة خلطت ولا خلصت وزي ما هو عاوز يجوز علي انا كمان هشوف حالي وهو واقع له يمين الطلاق بتاعه هو انا واقع ولا واقع دي انا نوال باردك اه اه انت نوال باردك واللي مش عاجبه يحط السرمة ببقه بس ايه رأيك يا بيت انت بيت طيبة وبيت حلال انا عرفتلك المكنة اللي هتعودي فيها انت مش متخيل يا بابي وحشتني قد ايه انت يا راح بابي خطو عزيزة يا اسادزة مين دي تقولي يا بابي الله يعز مقدارك يا بابي باني خليك احنا متشكرين قوي ومقدارية عندك يعني وخصوصا وقوف في جنب بنتي هايدي وانا بلا كنت عايزة اهتم ولا اقولك يا ايه اللي بتقوله دي يا مطالب باشا معقولة ده هايدي هانم دي اتشرف المنطقة كلها لما تقعد وسطينا مين الهانم دي اه الهوانم هايبا المرة جاها نجيب شوية هوانم مين دي صندوس يا بابي صندوس اه الشاي ده معمول بمية معدنية مية يا اخويا مية معدنية مية النيل النيل بيشرب مية النيل يرجع لمية النيل تاني يا حبيبتي يا عايدة جبتلك الحاجات اللي انت طلبتين ما يصي متشكرة قوي يا حبيبتي بص يا حايدة يا حبيبتي يا بنتي انا عايزك ما تخفيش ما تقلقيش تكوني متطمنة الهيسة ليين من عند نادر نادر ماشي في القضية زي الساروخ انت احتروا نفسك يعني عدا فصحة بيكنيك فصت عيل يا جميلة أشكالهم غريبة وطنبستي أمارات خلوين هم كلهم ناس زي انت بتشاور ليه اه لا بقول يعني عنوكو ناس كويسين انت بتجاوز انا لا بس متكلمين علي يعني مين دي دي صندوس يا بابي خالة كوريا اه اه انت بتروح الحجاز اه بروح الحمد لله انا عايز اروح الحجاز حاضر يا ستي ان شاء الله يا ربنا ينوّلها لك يا رب عايز اجيب عايز اجيب مية زمزم للساعة اه نجيب له مية زمزم للساعة ده حاضر حاضر ساعة ده بيحب البيت ما تاخدش ببالك أبو طالب باشا أصل سند سختي نفسها ومنعينها تطلع تروح الحجاز ربنا يكتبها لها ويكتبها لنا لا المهمة تجيب بيض لساعة بصوا بقى انا هفتح مشروع هنا في بطن البقرة انا هدخلك الجامع الليلة فقط يا أخت نوال انت لا تعلمين كم الحرج الذي تضعينني فيه والشبهات التي ألاقيها ولكني لا استطيع أن أمنع عمى من إماء الله من بيت بيوت الله حين تحتاجه انت بقى تدبقي حالك كده وتعود لحد ما نشوف هنعمل ايه وبعدين تخش تتودي وتصليلك ركعتين لله ومنت ساجدة كده هوق اطلبي من ربنا وقلوله يا رب يا رب الولاية والغلابة افرجها علينا يا رب افتحها علينا يا رب وهي ليلة تعدي بالطول بقى ولا بالعرض على ما نشوف هيحصل فيك قطر خيرك يا مسوك قطر خيرك يا شيخ ناصر لما عصد نوال انا هقف الباب من الخارج بالمفتاح وسأفتحه في مواعيد الصلاة لنساء فقط فجراً وظهراً سامحيني يا اخت نوال دي تعليمات وأنا ملتزم بيها اقفلوا يا شيخ ناصر اقفلوا ما الدنيا كلها دقت بي مش فرقة بقى يعاني انا مسجونة فيها اقفل يخريب عقلك يا دي يا كتاكي ده انت بسبعة الرواح يا لا وإيه نزل الفرح ولا 17 رجل في بعض ولا تقول لي إصابة ولا مستشفات بس إيه برضك المزة قوية وشديدة كوريا فرتكت الليلة عليه هو ونوال وسلومة ديناميت يا مواطن ديناميت إيه الماية رجعت لمجريها ولا مجريها لسه طفحة طفحة يا طعون يا عم ولا تسدت ولا بتاع الحريم سهلة ورجعتها قريبة دستين تلاتة منك وهتليها سلكي ما قدرش أقول لي تغير كل طريقة حبك ليا ما قدرش أقول لي غير علي ولا مؤخذة هتلي هدايا هدينب ندوسي عم طعون سيبك إنتا أنا عايزك في حاجة ألزة إحنا محتفلناش بيك من ساعة هراكم المشتشفة أنا عندي وقت صاحبي شغال بوديجارد في كباري سبع النجوم إنما إيه من بتوعي الحلاوة يا مواطن قفل الليلة دي واطلع ألبس الحتة الزفرة ونزلي هعيشك ليلة ملوكي الليلة مع تعوني يالله يا دينجز أنا قلتلك قبل كده تعون دا مش مجرد اسم دا أسلوب حياة مش يا هيدي حرام عليك اللي انت بتعملي في نفسك دا انت تيجي تقري عندي في البيت وأنا راه عاد عند عمي أو أحسن من المكان اللوكل اللي انت عايش فيه دا وعايزة تعملي فيه مشروع وما تخفيش البوليس مقدرش يجي جنبي بيتي أو مكتبي أنا فوق مستوى الشبهات شبهات إيه يا بو شبه انت إهمد بس إهمد بس هربتي ما ينفعش إنك تحتك بالناس انت هنا مستخبية انت كنت بيزنس هومن وشك مش عظا أمر ومعروف يعني أي حد هيشوفك هيعرف يا بابي أنا نزلت هنا وشفت الناس هما صحيح بيقى قوي بس غلابة أكيد ما بيقروش جرائب ولا حتى بيشوفوا في التلفزيون غير المسلسلات والأفلام أنا بقى قررت ان انا أعمل مشروع يهتم بالمرأة في الحارة الشعبية ها؟ لو انت من بتوعات المرأة والحاجات دي يبقى دا ما انت منقولها انك بتجري في الخسراء احنا هنا حاربنا ملهمش في الجامعات النسوانية والحاجات دي خالص نسوانية انت بتقولي انتش فهمك أصلا باللي انا بقوله لا يا أختي انا بفهم في كل حاجة ما تقول لها وعشان ابوها موجود كيف يعني يا ستاهايدي كيف كيف دي بقى هقولك عليها واحدة بواحدة يا ستا شكري بس انا عايزك تبقى معايا ستيب باي ستيب قالي معاك ستيب خطوة بخطوة يعني انا مش عارف اعمل حاجة من غيرك هو انت ناوية تعملي ايه؟ ممكن تفهميني؟ انه يعمل حاجة زي الحاجات اللي انا كنت بحبها ما تقلقش يا دينا بس انا يعني احتاج شوية تعمليل للمشروع دي يا بابي انا حبيبتي تحت عمرك اللي انت عايزاها بعتولك معا شكري بس ما تفتحيش قوي بقى انت عارفها رصيدي على قدي لا يا بابي ما تقلقش انا المشروع ده مش هيكلفنا كتير هو اتجار المحل وشوية البضاعة اللي هجبه هيكون عنها من المحل بتاعي اتلقي اتلقي اخرب عقلك يا نوال فيه ايه؟ ايه يا نوال؟ ايوه يا براين فيه ايه؟ الله مالك بتكلمني كده ليه؟ الحق علاني بكلمك يعني؟ خلصي نوال انا مش فضيلك بسأل عليك عامل ايه بعد العملية بتاعتك؟ تمام الحمد لله خير انا سلمة قراشني وحلف علي بالطلاق ما انا دخلاله بيت بعد ما مدي ايده علي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش واخرة المتامة قال ايه؟ عايزي تجوز علي تجوز؟ تجوز مين؟ وانا شعرفني يا كبداكي هو انا في مين ولا فينه حيجبلي درة؟ طب انت عايزين اعمل ايه دلوقتي يا نوال؟ اروح اقوله ما تتجوش على امراتك اللي خطبتي افاشتني معاها؟ وبيع سختي وناخد شقة قانون جديد في ايوتها حتة غير الحتة النكسة دي اه ونتجوز انا وانت؟ نتجوز؟ انت تحتالتي يا نوال؟ يالحنا لما نتجوز هنعمل ايه اكتر من اللي بنعمله؟ بقى كده يا ابراهيم؟ بتوديني النص البحر وتسيبني متعلقة؟ انا لو ديتك ولا جبتك يا نوال فقد الشيء بيدور عليه انت اللي دماغك مودياكي وسائل عشم قوي وكل مرة يا نوال بتوقعينا في نصيبة اكبر من اللي قبلها انت فيه؟ في الميدة بتاعت الجامعة كنت في الجامعة واستحرمت اكلمت جامعة؟ انت حتوب يا نوال ولا ايه؟ يبقى دايلنا معاكي سلام امو سوكة امو سوكة ميه؟ ما سأخير يا امو سوكة؟ اهلا سأخير عليك يا اخو يا زيك يا سلوم الحمد لله معلاش احنا تعبناك اليوميل اللي فاته ده في موضوع نواغ يا اخو يا ولا تعبتني ولا حاجة تعبكم راحة؟ اه على فكرة انا جابلك انا عاية حتتين لحمة حتتين موزة يستهدوا بقك موزة؟ انا بنت راجل امير طول عمري اقول عليك كريم وصاحب واجد اعاوز ايه بقى؟ نوال؟ نوال انا ديتها للشيخ ناصر عشان يبيتها في الجامعة غلبان على فكرة كل كم يوم كده هجبلك هتتين لحمة زي دور ايوة بس لي عندك طلب صغير لان قد كده؟ يا اخو يا انت تؤمر طلب صغير لانت تطلب عناية دول قول قول عاوز ايه؟ طبعا انت سمعتيني وانا بقول اني عاوز اتجوز اهه؟ حقك الله؟ ده انت راجل والراجل له اربعة انت يا دوب استهلكتي واحدة باتك فاضلك التانية والتالتة والرابعة اه المشوار في اوله من عايزك بقى تلييني دماغ العروسة هلين دماغ العروسة؟ طب هي العروسة تبقى مين يعني؟ جمالات بقريبة كوريا جمالات؟ يا اخويا وانت كنت عرفتها امتة؟ وشفتها امتة؟ ده لسه جاية يا دوبك في الحرابة بلاش كم يوم؟ اللهم بل انا جاينك ليه يا موشوكة؟ عشان تلييني دماغ العروسة وتفاهميها ان المعلم سلومة مكبرات الحتة واني هبسطها وريحها وكل طلباتها مجابة وكمال بالمرة تعرفي قصتها وتعرفي قرارها ايه؟ حدياتك عندي يا موشوكة جلبية وجذبة وبروكة اخو يا هكلي موزة ليه مادو موزة موزة تفضل يا شيخ يا اهل النوارطينا وانتستينا والله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله شخباركم شحوالكم عساكم بخير ان شعر الحمد لله من دول يا شكري ده الشيخ عثمان اللي في الخليج اخو اللي كان متجود جملات بنتقتي ودول أولادها وجايين وصلحوها بكلمتين يعني لا ده أنا لازم أجأ سلم عليه بقى لا يعني شخص وستة يعني أمسوك آه آه بنت حلال بنت حلال لازم تسلم على الناس كلها أهلا وسهلا يا سيدنا الشيخ والله العظيم إحنا أول مرة يخش في منطقتنا شيخ عظيم كبير كده مالي هدومه زي حضرتك يعني إحنا آخرنا الشيخ نصر بتاع الجامع إحنا إحنا إن شايلة نوطة ميتة في ريحة غريبة اللحمة بتاعتي ما يقولك أنا عاوزة يعني سبحة كده من هي بتنور الحلوة ده هي بتنور في الضالمة ولا ريحة العود معك والله ما يغلع عليك بس هالحين ما عندي أنا مصاري إنما لو أنت حبيتي يعني لو حبيتي ممكن أدي مصاري روحي يجيبي العودة اللي راحتك ل OVER عيلة 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 تايها تايها يولاد الحلال جموع زنايل نايلا على الشيبات عيلة تايها تايها يولاد الحلال هل رأيت؟ رأيتها في الرأس بحديت الإصابة الكاتفة معلش؟ أشرب أشرب يا أهيمة وأربع الليلة كانت وسرور إحنا معمون معنا واجب إنما إيه؟ في أهيمة أكتب الليلة أنا أحبك حبا تعون لا أحبوش راجل لراجل قبليك إيه الليلة دي؟ متحب التعون يا أهيمة؟ إيه الليلة دي؟ أنت لكنك وليك بسم المعاشات дه؟ ولا أاهة لأنا ليه في فchluss المعاشات مشتنى poverty شوية لأنشكل ننشت لك ليس لكي علمری بس عازرائيل مش بالنية ومحدش دام الميط بيديوت قبل مين مش إكت تبقى معمرة وبتضرب بالركلة الولية دي؟ بساعتها تشراك أنت الأول وتبقى ريليتنا بطير؟ بساعتها بقى شهيد واحتسب شهيد معروفة برضو طيب أنا هروح أحببقى بقى عليها ورجعلكم ولو ما رجعتش تبقى الليلة تزبطت ماشي خلاف ياهيم وفر الكوز تلتين الليلة دي حبيبيات حبيبيات على فكرة أنا أنا مو أعجب بحضرتك جداً 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 مش حضرتك لكل سابة برضو في واحدة برس مواصر رابطوا لعندها مع دم حضرتك خليها تتفضل تفضل ما بتردش عليها دي أبداً ما شغول زي ما تشايف ما بتكلمش على دلوقتي ليه من ساعة ما كنا مع بعضة ما بتردش عليها؟ ما كنتش عارف أرده أمو دي أو حتى ممكن نتكلم فيه أيه مفيش أي حاجة تجمعنا ممكن نتكلم فيها؟ أنا فكرت كتير قوي يا سارة وللأسف ديتنا مفيش غريبة يعني قبل الليلة دي كان فيه كلام كتير الفترة اللي إحنا كنا بمتقابل فيها دي يا سارة أنا ما كنتش أنا كنت إنسان تاني بس عشان أكون صريح معكي أنت كان لكي فضل كبير جداً عليها في إن أنا تخطى المرحلة دي سلمة يعني بالعكس أنا شايف إنها إيد قوية تمدت لو أحد كان بيغرق وخرجته على الشرط فأول حاجة يعملها بعد ما يطلع إنه يسيبها ويمشي مش كده؟ بس إحنا يا سارة مش شبه بعض حتى المكان اللي إحنا تقابلنا فيه مش بتاعي أنا أصلاً ما أشبش الليلة اللي إحنا قضيناها مع بعض أنا مش فكر منها أي حاجة إزا ما كنت إنسان تاني بس تعرف يا سارة الليلة دي كانت مهمة جداً جداً بالنسبة لي لأن تعلمت فيها حاجات مهمة قوية عن نفسي أهمها إن أنا إنسان ضعيف وأنا بفتح باب الفيلا عندك عشان أخرج قررت إن أنا مش حبقى ضعيف تاني حقفل صفحة نجوان خفت صفحة جديدة تب تتعامل معي على إني إيه يا نادر؟ شايفني إزاي؟ أنا شايف إن أنت من أكتر الشخصيات المحترمة اللي أنا تعرفت عليها في حياتي سنة واضحة وصريحة لا بتلفي ولا بتدوري مش عايزة تخدعي حد بس زي ما تقولي الوقت اللي إحنا عرفنا بعض فيه يمكن هو ده الوقت الغلط لو كنا تقابلنا قبل كده بشوية أو بعد كده بشوية الوضع كان هيختلف بطبيعة الحال لكن برضو أنت علمتيني حاجات مهمة جداً على سبيل المثال إن أنا مش ممكن أصد في حد تاني مية في المية يعني بسي مش عشرة في المية ممكن أكتر شوية أنت عرف أن أنت الوحيد اللي ما طبقتش مع النظرية دي من ساعة ما فكرت فيها؟ يعني كنت حاسة أنه ممكن يكون في حاجة بيننا أكبر من اللي حصلت خو سارة اللي حصل بيننا أكبر من اللي ممكن كان يحصل يا سارة أنا شخصياً لحد ما موت أنت هتفضلي معلمة جواي وعمري في حتي معنساكي ولو يحتاجتيني في أي وقت في أي حاجة أنا دايماً موجود وتحت عمرك سارة مش عارف أنا إيه اللي عاجبك في البيت التمرجية دي؟ ياما دي بيت الجدعة ياما ومشوفش مينها حاجة وعشة وعلى فكرة بقى أنا عملت مشكلة ما بينها وما بين أخوها يا ودهو أنا لما أجي أفرح بيت أفرح بيت في واحدة رايحة جاية طول الليل يوم تقول لك أنا راجعة من النباشجية واليوم التاني تقول لك أنا بيتك كنت في المشتشفى يا أختي راح فين يا بيتي يا كوريا في نصص الليالي يا بيت إله إلا الله وإنت مالك يا موسوك مخنوق خرج أفك عن نفسي شوي طال عشان مش شوي تهو نضيف مدل الكاتمة اللي واحد فيها خلاص الحق علي اللي خايف عليك للحديث دي اختفوكي ايه يا أمه ده؟ ليه كده يا أمه؟ يا كوريا يا كوريا خد يا كوريا راح فين يا كوريا معلوش يا سوك سيبني وانا بخرج لوحدة بقول لك يا كوريا مش هنفع سيبك لوحدة كتمش بالليل وعلى فكرة بقى الهم ما نفعش حد يشل لوحده وانا أخوك يا بيت الهم ما بو اتنين شلو اتنين وعلى رأي المثل ينفرقني السبوع انا ماخدتش ايه يا كوريا ايه كده ايه يا صوصل ده؟ هذه لا تعليك والتي تسيبيني وتمشى انا حسبت التاكس طب يا حبيب تعالي طب يا حبيب تعالي اناeven حسبت التاكس تعالي 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 ايه ده? هو فين العفر؟ انا عندي مرتبة جوا منهم عليها مرتبة إيه أمّا؟ فين العفش؟ أسألنا إحنا مشي الكركبة كركبة إيه ومرتبة إيه ونيلة إيه؟ إحنا فين لمؤخص؟ إيه ده؟ دي شقاتك دي ولا ده إيه؟ لا دي بتاعت ابني وهو في أمريكا وسيبها لي سيبها ليك من غير عفش تعالي بس لا دي العفش منت شغل نفسك دي تعالي بس هقولي هتقولي لي إيه معلش أسنان بس في حاجة بيني وبين العفش فين العفش؟ هي كان فيها عفش أيو وأنا بيعتم أيو ما بتكافيش الشرجو ضع dapatعني ملأ استاني بس ساتي настاني أنا أنستي ال respعة أنا هنزل بقى إجيب سجد لأنني ميش ولااجعلو على حال فقط هقولي يا سوء والله يا سوء يتيتين و هطلع علي ككك التكشكي قريب بص يا كوريا غيريم صاحبي أنا عارفه كويس أي نعم هو مجنون م parachبش إلى نفسه مراحسي منه بس يا بنت الحيال له لم اكانش جالك وخهرف صويل وك الأية وقالك كلمتين دورك كنت أقول لك لأ بالآخر إبراهيم عايز يتير ما بقاش حد لي حاجة عنده أنا عايزك بقى أجيبه وتد وتربطيه وما تسيبهوش وهو مين اللي عنده تقطن لنفسه عشان يجيبهه لإبراهيم يجري وراي منوش ماء يا سوك أنا بيت يا جدعان أنا بيت بيت إيه؟ ما يقولون كل شكل ده نجوية حدة عائلة صغيرة يسهب دفاي عايزة اللي ياخدها في حدنه ليه طبطب عليها اللي قولها كلام حلو من اللي بتقولون للبنات ده أي حاجة نفسي اللي بحبه ده إنه تبقى مليانة بي ما يبصش لوحده غيره صعبة دي جوهي العائلة مايزة اللي يجيب لها ده بدوبة واردة ولا إن شاء الله حتى يكتب لها جواب حب من اللي بيكتبوا البعض في المدارس دي Staff مممممم essas انت عايزة اللي بيحبها يبقى بيلف حوالين نفسه كده عشان يبقوا مع بعض الوحده ولا وسواني يختف بصر من على الخَد ده ولما يخطفها أضربوا على وشه بالقلم مع أني من جوايا بقى مبسوط ينسوكة ده أنا حاسة من كتر ما أنا عاملة راجل من بعد أبوي مميت عشان أعرف أيه أنتو ذاتنا بسوكو نسيتو أن أنا بيت ده حتى هيما ذات نفسه ما كانش بص لزبالت الحريب ولا كأن فيه في حياته خطيبة ولا حبيبة ولا أياته حاجة السوكة ده نايمة بقى بيبصلي كإني راجل سايمة بيبصلك بالظبط كأنه واحد صحب بقولك إيه أنت قلبتيحة زيني ليه كده فوقيها بقى طب عشان خاطر سوكة تحاكي طب بحسل أن أنا بتحاكي تحاكي بقى كوريا طب بقولك حاجة أغنيلك لو أنا بتحبيها الحين لو والنبي تا 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 كوريا والنبي تا 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 والنبي تبسم ترارارا يلا غني معي الحين لو والنبي تا 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 تبسم والنبي ده أنا اللي تبسم يا معتب والحين لو والنبي تا تا دي كوريا والنبي اتحاكي بقى اتحاكي ولا يهمك أنا جمعت حضراتكم النهاردة علشان أبلغكم أني منسحب من قضية مادام هايدي تماماً ودي كل الأوراق اللي هتحتاجوها علشان تستعينوا بمحمة تاني اتفضل يا بطالبين إيه التهريج ده؟ يعني إيه تنسحب؟ في إيه يا نادر؟ ما فيش أي حاجة؟ في محامين كتير جدا مش لاقيين شكل؟ ليه يا نادر؟ إيه بس اللي حصل؟ والباش مهندس مش عايز يعرف هو كمان إيه اللي حصل؟ أنا؟ أنا فاهم كل حاجة بس ما بحبش أتسرع زي عمي شست تمام إيه بأنا محتاب عيد الكلام ده وللمرة النهائية أبو طالب بيه أنا كنت بتابع عضية مادام هايدي بصفتي صديق للأسرة مش كمحامي لان انا كمحامي مش شغلتي ان انا عمل لها بطاقة مضروبة ده ضد شغلي ومش شغلتي كمان ان انا هربها لان ده ضد مبادئي ولا شغلتي ان انا زرع لها عين في مباحث الاموال العامة لان ده ضد القانون انا كنت بقوم بكل ده لصالح هاي دي وصالح القضية وصالح حضراتكو طبعا لكن لما اعرف ان انتو روحت وزورتوها في بطن البقرة ان انا شخصيا ما اعرفش مكانها فين وان الهانم هتفتح هناك نشاط اجتماعي هنا لازم اقول stop وما اقدرش اكمل ليه؟ لان انتو عملتو ده حيدرها ايدي وحيدر القضية وممكن يقفل المكتب بتاعي وانا ما عنديش استعداد للكلام ده ده احسن برضو اه نشوف محمد انا احسن منك شت وبعدين بقى عشكت خالص ايا يا دكتور نادر بس من غير بس ولا يا دكتور كلامي كلام نهاي يا ابو طالب بيه وارا القضية معك وربنا معكم آلو بونجور لو سمحت انا كنت عايز اعمل الوردر بالبضاعة اللي عندوكو لا لا انا عارف انا عايز ايب الزبت انا هفتح محال صغير ان شاء الله المكان هي منطقة اسمها بطن البقرة بطن البقرة هي منطقة في مصر القديمة ورا جامع عمرو بن العاص لا انا لسه بجهز انا كنت عايز اعرف بس سيستم لقصات والتسليم خلاص خلاص هكلمك على بالليل هقولك انا عايز ايب الزبت وافهم منك الوردر باسمها هاي جملات جملات انا انا متشكرة قوي ميرسي باي 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 قولي لها انا عايزة تدين في ايه يا صندوس اعايزة ايه انا عايزة تدين حاضر يا حبيبتي هجيبلك اللي انت عايزة السلام عليكم وعليكم السلام زكا هيدا هانم زيك يا صندوس اهلان وسهلان ها قولي عملت ايه مع السمسار احنا لازم نلاقي محل النهاردة مش معقول بعد كل اللف ده ولسه مش لقين محل اه ايه هانم ان شاء الله هلاقي يعني ان شاء الله في ايه مالك يا شكري اصلا بصراحة رابنا يعني انا كنت جاي مخصوص علشان الموضوع يخص حضرتك يعني طب ما تتكلم في ايه اه الجدع اللي اسمه سلومة جزار ده كان عندي في البيت يعني طيب وانا مالي الموضوع يخص حضرتك هانم انا فهمتا يعني في ايه كان طالب القرب مني يعني طالب يدك مني نعم اه لا انا ما قلت لهش حاجة انا قلت له يعني لازم نروح الهانم وناخد شرطها شرطها ايه؟ هو انت خالي يا شكري ولا انا جمالات ولا ولا مين سلوك هالمؤرف ده اصلا عشان يطلب ايدي اه لا يا هانم انا كنت يعني قلت برضه اجل حضرتك علشان يعني لما ترفضي نقدر نقوله احنا رفضيه ليه يعني اه هو احنا لسه هنوافق وهنرفض بص يا شكري من هنا ورايح المواضيع اللي زي دي انت تخلصها بمعرفتك انا مش عايز اسمع عنها اصلا حاضر يا هانم حاضر طيب وهنشوف المحل امتى ان شاء الله يا هانم انا راجحة باكلبك طيب بس بسرعة حاضر يا هانم اقعد بالعافية انها انا عايزة اطنين الىعاف فيهم قوليهم بس يا صندس انت دربتيني لا انت اللي دربتيني جاتك دربة يا خرجة من باب الحمام وكل خد علي خوخة 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 ما تفتحي يا ولية يا حبيبتي جات فيك تعالي تعالي انت جيت عود 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 اشتراي يا بيت انت مش نوية تعالي بقى وتطلع على بيتك يا بيت انت بقى لك جمعتين في الجامعة الشيخ مصر خلاص هيكفر منك كده هو الله وهو ماله هو وانا كنت نايمة في بيته ده بيت ربنا ايوه هو بيت ربنا بس انت خلاص ما انت شايفة نفسك يا بيتك وشك بقى قد اللقمة ايوه لا اكل ولا شرب ولا حموم عف انت ده اللي تقيم على الفض وكل كوم ونساوين امات الخمر دول كوم يخلوني اصلي معاهم كل صلب العافية يا صدقي بالله يا بيت انت سلوما ده هو له الجنة انه معاشر واحدة زيه علشان خاطر تخريبي بيتك وتسيبيه وتطفشي علشان عايز يتجوز انت ما يتجوز ياختي ولا يولع بجاز الله انت ما هو يجيب همه على همه انت ايه اللي مزحالك يا بيت انا تعيبت قوي يا موسوك مفيش حد قصدته الا وبعد يا بيت انا هجيبلك من الاخر انت تطلعي بيتك تستسمحي جوزك ايه نرسل لومة ولجهاننا من الشوارع يا بيت انت بقيت شبه القط اللي مصربينه في الخرابة يا بيت وهي عمل ايد الوقت ومنها من عيد الوقت ماروان مارواني حياتي مم شوفوا وجودك عامل تحسي بنتي ازاي ربنا يخليك لي يا حبي وهي عمل ايد الوقت ومنها وأونا عليها الوقت هايها كوة oshi اذا مللي إيه؟ لا اذا مش كدة اذا شدا واحد ا autor انا مش عارفة ازاي كنت حتجنن وانزل مصر واسيبة انت حلع راجل في الدنيا وبعدين انا بدلوقتي اتأكد اني زي بتحبني فعلا برسي يا حبيبي حبت انا فعلا بحبك و اكبر دليل على اني بحبك والدهولك و هفضل اقولولك مين الانسان الوحيد اللي انا خدها عشان تشاركني رحلتي كل اللي انا بعمله مش انتي الخاتل ده ولا حاجة ولا حاجة بحبك ايدي يا سيتر يا سيتر تعالي في حضنك كده تعالي الله عليك ورق العناد انا ورق العناد اوه حبيبي انا نفسي افضل في حضنك كده على طول تعالي السنين و تعالي الايام كده كلها اشتركوا في القناة